السلام عليكم أصدقائي أنا السيزار برحب فيكم في قناتي السيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع قبل ما ببلش بالفيديو بذكركم بذكر نفسي إن نكون فاعلين وإيجابيين في دعم قضايان البتهمنا قضية أهنى في فلسطين قضية أهنى في السودان في أي مكان لازم يكون يا أخوان ولازم ما نوقف لأنهم الأعداء أو الناس اللي فعليا بسببونا الضرار ما بوقفوا ما بيستسلموا بيستمرين في القتل شفتوا في فيديو الكلب اللي بهجم على امرأة مسنة في غزة يعني إنه معاني كثير بصراحة أنا عارف إنه هذا مش أصعب منظر لسه في مناظر أصعب أنا بعرف بس لوين وصلنا لوين وصلنا مش قادرين نساعد أهنى لأي مرحلة ممكن نوصل فلازم نعمل أي إشي وما نستسلم يا أخوان أبدا أنا بكرر وبحكي في كل فيديو بحاول مش بس عشان أحكي لأنه بحس إنه في مسؤولية على الجميع الله ينصرهم الله يثبتهم ويهدي بالهم مؤخرا زي ما تعارفين تم الإعلان عن سناب دراجون 8S الجيل الثالث للوهل الأولى لما أنا سمعت الإعلان بالعادة الS كلمة S بتضيف للمعالج إنه أعلى من الإشي اللي قبله اللي قبله سناب دراجون 8 الجيل الثالث ولكن الحقيقة إنه هذا المعالج أقل من سناب دراجون 8 الجيل الثالث ومش بس هيك هو ايضا اقل اداءا من سناب دراجون ثمانية الجيل الثاني فهو مختلف نوعا ما تركيبته مختلفة واداءه مختلف راح تشوفوا اليوم الارقام وعلى ارض الواقع فعليه هو اداءه اقل مش سيء هو يعتبر فلاكشب لكنه اقل حتى من الثاني من الجيل الثاني لذلك سعره اقل اصلا سعره اقل يعني اعطيكم مثال البوكو وانا حكيت عن هذا البوكو بفيديو البوكو اف ستة عليه سناب دراجون ثمانية اس الجيل الثالث البوكو اف ستة برو سناب دراجون ثمانية الجيل الثاني واذاك اغلى البرو اغلى طب كيف مفروض هذا الثالث هذا اجدد هذا اقوى لا هو اجدد نعم لكنه ليس اقوى لكنه مش سيء يا اخوان ابدا واداءه حيكون اداء عالي لكن سعره ارخص الشركات بتقدر تحطه باجهزة اقل سعر وبتروج لهذا الجهاز انه عليه معالج فلاكشب ومعاهم حق نوعا ما خلينا اليوم نشوف مقارنة ارقام فعلية بين سناب دراجون ثمانية الجيل الثاني وسناب دراجون ثمانية اس الجيل الثالث واللي حضر فيديوهات مراجعة البوكو اف ستة مثلا والبوكو اف ستة برو حيشوف انه في فرق فعليا بالاداء لصالح الجيل الثاني فهذا على ارض الواقع وبرضو الارقام اللي هون بناخذها بالعادة بعض الناس بحكولي الارقام يا سيزار غير واقعية انا بحكي لهم لا من تجربتي انا بجرب معالجات كثير وتليفونات كثير لما اشوف الارقام هاي وقارنها بتجربتي على الاقل لان انا على اغلب جربت اكثر منك على اغلب مش يعني تكبرا ولكن على اغلب بما انه هذا مجال عملي انا جربت اكثر منك الارقام بالمواقع مقارنة مع التجربة العامة العملية الحقيقية قريبة يعني فيها نوعا ما تشابه ومرات بتكون ايش مظبوطة لكن من عظم الاحيان الارقام هاي اللي بتشوفوها ارقام نوعا ما يعني قريبة من الواقع واللي بيخلي هذا الفيديو نوعا ما مفيد التجربة اللي بتصير معاي بالاجهزة كثير بجربها اليوم ومبارح وبكرة ان شاء الله يعني هذا بيخلي الفيديو له معنى عشان اللي بيقلله من الفيديو اهميته بيحكوا انه الفيديو هذا ما ليش اي معنى ما ليش اي فائدة وفيديو سيء الله يسامحهم طبعا في بعض الناس اللي بتحضر هذا الفيديو بتستفيد فانا لو في عندي خمسة بتابعوني بيستفيدوا من هذا الفيديو رح اعمله فاللي مش عاجب الفيديو بقدرش اجبلك عليه ولا بقدر اقولك تعمل اي اشي عادي اعمل ديسلايك اعمل ريبورت عنه اللي بدك يا حر انت لكن انا بحاول اقدم فادي ان شاء الله اللي اذا بدكين اقوم ارقص عشان يعني تعرف ارقام مع الرقص بيضبط معك انه عجبك الفيديو اناوي نروح على الفيديو رح ابلش بتركيبة المعالج لانه في فرق بالتركيبة شوفوا تركيبة سناب دراجون 8 اس الجيل الثالث اول اشي النواة الرئيسية من الكورتكس ال اكس فور يعني هاي النواة جديدة فهذا اشي يعني بعطيه قوة لهذا المعالج لكن التردد تبحها ثلاث جيجاهرتز مش اعلى تردد شوفنا معالجات اعلى من هيك تردد وعننا اربع انوية كورتكس ال اي 720 بتردد 2.8 جيجاهرتز وبعدين عنا ثلاث انوية اقتصادية الكورتكس ال اي 520 بتردد 2 جيجاهرتز اما لما نروح على سناب دراجون 8 الجيل الثاني فالتركيبة مختلفة النواة الرئيسية الكورتكس ال اكس ثلاث صحيح اقدم لكن ترددها اعلى 3.2 جيجاهرتز وهذا بيفرق بالاداء عشان تكونوا فهمين شغلة بالسيارات السوبر كارد بتنافسوا مين يجيب من صفر الى 100 كيلومتر بالثواني او مرات يعني بالثواني اخوان هذا جاب 2.7 ثاني هذا جاب 2.8 هاي الفروقات بتخلي هاي السوبر كار اغلى من هاي السوبر كار فيعني ان لما احكي تردد معالج 3 جيجاهرتز ولا 3.2 جيجاهرتز في فرق نكمل عنده نواتين كورتكس ال اي 715 بيتردد 2.8 وعنده كمان نواتين ال اي 710 بيتردد 2.8 جيجاهرتز وعنده الثلاث انوية ال اي 510 بيتردد 2 جيجاهرتز كتركيبة مختلفة وبالاداء حتشوفوا ببعض الفحوصات ببين فرق الاداء بعض الفحوصات في تشابه بعض الفحوصات ببين فرق مش كبير لكن في فرق والفرق في الغالب حيكون هسا حيصب في مصلحة سناب دراجون 8 الجيل الثاني لكن بذكر انو الفرق مش كبير لكن في فرق بالسعر 8 الجيل الثاني اغلى من 8 اس الجيل الثالث كل المعالجين مبني بمعمارية 4 نانومتر معالج سناب دراجون 8 اس بيسحب طاقة 6 واط اما سناب دراجون 8 الجيل الثاني بيسحب 6.3 واط مش رح يعني يعمل فرق عظيم وكلها هما من تصنيع شركة TSMC التايوانية معنى هذا الكلام جودة تصنيعية عالية هسا بنروح على موقع نانو ريفيوز وهو عامل فحوصاته الخاصة اللي هو بيعملها دائما على المعالجات وطلع بارقام نوعا ما النتائج متشابه فيش فرق كبير في اداء السي بيو عنده على السنجل كور وعلى المالتي كور حصل 8 اس على 82 نقطة حصل 8 على 81 نقطة يعني نفس الاشي في فحص الالعاب 8 اس حصل على 93 نقطة والثماني الجيل الثاني حصل على 94 نقطة برضو نفس الشيء في فحص البطارية كلاهما حصل على نفس النقطة 91 نقطة والمجموع العام كلا المعالجين حصلوا على 88 نقطة يعني الموقع بيحكي انه اداءهم متشابه ولكن لازم نشوف منصات اخرى بتفحص بطرق مختلفة عن هذا الموقع ونشوف النتائج من هاي المنصات منصة الان 2-10 سناب دراجون 8 اس حصل على مليون واربعمية وخمس وتسعين الف وخمسمية وثلاثة وثلاثة وثلاثين نقطة اما سناب دراجون 8 الجيل الثاني حصل على مليون خمسمية وست وثلاثين الف وتسعمية وثلاثين نقطة الفارق لصالح سناب دراجون 8 الجيل الثاني والفارق مش كبير الروح على كيك بينش ستة وهناك فيه فحص سنغل كور وفيه mul 재� Vault تعالوا نشوف النتائج سناب دراجون 8 اس بالسنغل كور حصل على 2019 نقطة بالمال ti كور حصل على 5570 نقطة اما سناب دراجون 8 الجيل الثاني بالسنغل كور حصل على 1991 نقطة بالمال ti كور حصل على 5299 نقطة يبدو ان هون افضلين لمين للثماني اس الجيل الثالث بس مش فرق كبير ورده 5 بالمية في فحص ثري دي مارك في نتائج مختلفة ايضا سناب دراجون ثماني اس حصل على 11800 ونقطين اما سناب دراجون ثماني الجيل الثاني حصل على 1369 فافضلية لسناب دراجون ثماني الجيل الثاني في دعم الرام كلها ما بيدعمه نفس قدرات الرام نفس التردد نفس السرعات نفس الباندود في المولتي ميديا سناب دراجون ثماني الجيل الثاني بيدعم 8K سناب دراجون ثماني اس بدعم 4K في سرعة الداونلود من الانترنت سناب دراجون ثماني الجيل الثاني افضل واسرع من سناب دراجون ثماني اس الجيل الثالث في النتيجة اول محصلة النهائية سناب دراجون ثماني اس قريب جدا من سناب دراجون ثماني الجيل الثاني يعني بعض الأفضلية الصغيرة للجيل الثاني ولكن يبدو أنه سعره فعلا هو البحدد سعره أقل تكلفته أقل على الشركة فبتبيعه للشركات بسعر أقل فبتقدر الشركات تحطه بهواتف متوسطة وبتقدر تعطينا هذا الجهاز إيش رأيكم؟ وشو حابين نعمل مقارنة لمعالجات في الحلقة القادمة أعطوني معالجين ما أعملنا عنهم مقارنات عشان نحطهم بالحلقة القادمة شكرا جزيلا يعطيكم ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء